السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا حبيبي عاملين ايه النهاردة هنجيب حبة بطاطا كده تكون سرحة كده ومش تخينة قوي ولا رفيعة خالص ونبتدي طبعا تكون مخصولة كويس ونقطعها ترنشات كده بصمك 2 سنتي زي ما احنا شايفين ما تكونش رفيعة قوي ونجيب طاصة سخنة ننزل بيها كده بمكعب زبدة كويس كبير يعني تقريبا معلقة زبدة ونسبها تسيح معانا خالص زي ما احنا شايفين الزبدة النهاردة بطل الحلوة بتاعنا بتدي تستعالي جدا وريحة خطيرة ما ينفعش سمنة وما ينفعش زيت اهم حاجة يكون عندنا مكعب زبدة زي كده هننزل عليه بعد ما يسيح بمعلقة كبيرة من السكر والسكر هنا على حسب الزوء لو بتحبي الحاجة مسكرة ممكن تحطي معلقتين لكن انا بالنسبة لي معلقة كويس جدا هنزل بقى بترنشات البطاطا اللي انا مقطعها كده بسمك سميك شوية ارسها على الزبدة في الطاصة بتاعتي وابتدي اضيف بس حاجة معايا كده هضيف ربع كوب من المياه يعني حوالي اربع خمس معالق من المياه كده من جنب الطاصة ودي المياه اللي هتستوي عليها البطاطا بتاعتي طبعا البطاطا من الحاجات اللي بتاخد وقت في التسوية جدا لما بنشويها في الفرن بتاخد وقت بتاع ساعة ساعة وشوية لو عملناها باي طريقة تانية بتطول شايفين لونها ما شاء الله تبارك الرحمن لما بتدت تدخل في التسوية والمياه تغلي تحتها كده بتدت تبقى لونها اورنج زي ما احنا شايفين ويرجع لها اللون الرباني الخطير ما شاء الله تبارك الرحمن ابتدت تستوي معايا هبتدي يقلبها بقى على الوش التاني يبقى احنا استخدمنا النهاردة طاصة بتاعنا تكون ما بتلزقش ومكعب زبدة معلقة واحدة من السكر وكمان ربع كوب مياه هنبتدي بقى اول ما تبتدي تدخل في التسوية هنرش رشة حلوة كده من الارفة والارفة برضو حسب الزوق لو بتحب الارفة هتكتري لو مش بتحبيها هتحطي رشة خفيفة جدا الارفة مع الزبدة مع معلقة السكر اللي احنا حطيناها مع البطاطا كنوع من النشويات مديلي التست بتاع السينابون بالزبط يعني ما راحش بعيد خالص الطعم خطير جدا والريحة كانت وهمية هنبتدي بس كده في الاخر لما البطاطا بتاعتي بتأكد ان هي استود جدا بطيف كده نص مكعب من الزبدة يستيح كده ويلملي كل الصوص بقى الموجود في الطاصة بتاعتي السكر مع الارفة مع الزبدة ويديني التستي العالي جدا للبطاطا ويخليها شايني كده وبتلمع وشكلها يفتح النفس اللهم بارك شايفين معايا مستوية جدا دايبة دوابان اتكرملت كده من تحت بقلبها على الوش التاني شكلها خطير جدا الموضوع ده كله مااخدش معايا اكتر من عشر دقايق طعم وريحة خطير جدا لو هتعجني سينابون هيقعد معاكي ساعة ونص ساعتين على بل ما تخمريه مرة واثنين وتقطعيه وتروسيه وتخبزيه في الفرن احنا عملنا سينابون خطير جدا بشكل صحي وطعم ولذيز وكمان استجلينا موسم البطاطا قبل ما يمشي ونعمل حالة حلوة كده وسهل ولذيز في عشر دقايق بس هتاكلي بطاطا بطعم السينابون صخنة وحلوة مش باعة تنفع واجبة عشا لذيزة مغزية للاطفال وللكبار واتمنى تجربوا الوصفة الخفيفة البسيطة اللذيزة اللي بتعم السينابون ويا رب النهار دا الفيديو الصغير الخفيف دا يكون عجبكو شايفين قدقيه معايا لونها شايني كده ولمعة جدا ورحتها في منتهى اللذيزة ياريت تقدروا تشاموا معايا ريحة القرفة مع الزبدة عاملين ميكس خطير جدا شايفين التسوية دايبة دا وبان هنشوف من قريب قدي ايه هي دايبة اللهم بارك بتدوب كده دا وبان مع الزبدة والقرفة ومعلقة السكر اللي احنا حطيناها طعامها كان في منتهى اللذيزة نسامي بقى وندوق اللهم بارك حاجة وهمية ياريت تجربوا الوصفة الجميلة البسيطة دي وان شاء الله تعجبكم زي ما عجبتني جدا انا اول مرة عملها بس عجبتني جدا جدا وان شاء الله مش هبطل عملها سهلة وخفيفة ولذيزة وطعامها مميز جدا بما اني من عشاء السينابون هعملها باستمرار مش مكلفة وطعامها لذيز وان شاء الله يارب تنقول اعجابكم ولو عجبكم الفيديو النهاردة ما تنسوش بقى تعملوا لايك حلو زيكم وكمنت من قلبكم وان شاء الله نتقابل في كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة